متتبعي قناة مكتبة التعليمي الأوفياء مرحبا بكم في تتم التمارين قياس مساحات المضلعات الاعتيادية في هذه الحصة سنشتغل على الصفحة رقم 69 التمارين التاسع أحسب قياس مساحة السطح A B C D E F لاحظوا هذا الشكل كدير هو عبارة عن معين زائد لاحظوا هذا الشكل هو شبه منحارف دي المعين مع شبه منحارف علما أن A B C F A B C F معين قياس قطره الكبير القطر الكبير دياله 16 سنتيمتر وقياس قطره الصغير 8 سنتيمتر والقطر الصغير 8 سنتيمتر فكناعرف بأن قطر المعين متعامدان ويلتقيان في منتصفهما هذا شنو كي يعني؟ كي يعني بأن من هنا احتل هنا كي يسوي شحال؟ كي يسوي 8 سنتيمتر ومن هنا احتل هنا 8 سنتيمتر من هنا احتل هنا كي يسوي 4 سنتيمتر ومن هنا احتل هنا 4 سنتيمتر لأن القطر الكبير قياسه 16 سنتيمتر والقطر الصغير 8 سنتيمتر إذن 4 4 8 8 فحنا علاج درنا هاد المسافات اللي صغار لأننا غدي نحتاجهم فيما بعد باش نحسبوا المساحة ديال ديال هاد الشكل لهو شبه من حارف إذن لاحظوا المساحة ديال المعين غدي لقوها فقط غدي نديروا التطبيق ديال القاعدة نديروا القطر الكبير في القطر الصغير على اثنان وغدي نحسبوها بطريقتين إما غدي نحسبوها بالطريقة اللولة غدي نديروا القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغيرة في الارتفاع على اثنان أولا غدي نديروا المساحة ديال هاد المثلات زائد المساحة ديال هاد المثلات فالمساحة ديال هاد المثلات القاعدة في الارتفاع هذ الارتفاع كنا عرفش حل القياس ديالو من هنا احتل هنا نفس هذي المسفة من هنا احتل هنا في القاعدة في الارتفاع على اثنان والمساحة دي لها دي المالثة الصغير كذلك القاعدة في الارتفاع على اثنان إذن هذ القاعدة هذي يهذي والارتفاع هو هذا وغادي لقوا المساحة دي لحده شبيอก temps gran فهذا بعد اما عرفته كيفاش تحسبه ووقفوا فيديو وغادي تحسبه المساحة دي لها دي الشكل الملون بالأصفر إذن قلنا مساحة الشكل الملون بالأصفر هي مساحة المعين دي الرمز لها بS1 زائد مساحة شبه المنحرف S2 مساحة المعين هذه نحسبه أولا لمساحة المعين نحسبها بالقطر الكبير في القطر الصغير على 2 يساوي ماذا؟ القطر الكبير قياسه 16 سم في القطر الصغير 8 سم على 2 يساوي ماذا؟ إذن وقفوا الفيديو ونجزوا مرة أخرى التطبيق العددي إذن 16 في 8 128 على 2 يساوي 4 و 6 إذن 4 و 6 تناه سنتيمتر مربع هذه المساحة المعين دي الرمز لها المساحة دي الشبه المنحرف قنا يمكننا نحسبها بطريقتين طريقة الأولى كندير قاعدة الكبرى زائد قاعدة الصغيرة في الارتفاع على 2 والطريقة التانية كنحسب المساحة دي الرمتلة زائد المساحة دي الرمتلة فنحن سننظر الطريقة الأولى القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى في الارتفاع على 2 يساوي ماذا إذا القاعدة الكبرى 20 سنتيمتر زائد القاعدة الصغرى قياسها كم 4 سنتيمتر لماذا لأن هذا القطر الصغر 8 سنتيمتر وقلنا بأن قطر المعين يلتقيان في منتصفية ما يتلقى في النصف يعني هذا المسافة هي هذه بمعنى هنا 4 وهنا 4 وهذه المسافة هي هذه إذا 4 أربعة لنزائد 4 سنتيمتر 20 سنتيمتر زائد أربعة سنتيمتر في الارتفاع إذن قاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى في الارتفاع الارتفاع هو هذا اللي هو من نحت لنا اللي هو 8 سنتيمتر إذن فيه 8 سنتيمتر الكل على 2 وقد ندير التطبيق العدد مرة أخرى إذن يساوي 96 سنتيمتر مربع بعدما وجدنا المساحة تشبه المنحارف وفي البداية وجدنا المساحة المعين فقد ندير يساوي 64 سنتيمتر مربع زائد 96 سنتيمتر مربع اللي هي المساحة ديال السطح ديال 96 زائد 64 يساوي 162 سنتيمتر مربع ديال مساحة هذا السطح 160 سنتيمتر مربع فكما لحتو حسبنا المساحة ديال المعين وحسبنا المساحة ديال شبه المنحارف وجمعناهم 64 زائد 66 و 9 162 سنتيمتر مربع التمرير العاشر يملك فلاح قطعتين أرضيتين إحداه على شكل مستطيل إذن هذي الفلاح عنده قطعتين أرضيتين وحدary هما على شكل مستطيل وحدaza ذلك المستطيل قياس عرضه 1 على 5 قياس طوله يعني القياس ديال العرض القياس ديال العرض ديال 1 على 5 قياس طوله بمعنى طول في 1 على 5 كيف ساوي العرض الطول في واحد على خمسة يساوي العرض والأخرى على شكل مربع والأخرى قطعة الأخرى الأرضية على شكل مربع علما أن الفلاح يستعمل سياجا قياس طوله 720 متر لإحاطة القطعة المستطيلة إذا استعمل واحد سياج باش غادي يدور على القطعة المستطيلة قياسه 720 متر يعني الموحب دياله 720 وسياجا قياسه 600 متر أما السياج اللي استعمل باش يدور على القطعة المربعة الشكل القياس دياله يعني الطول دياله 600 متر لإحاطة القطعة المربعة فأي القطعتين أكبر مساحة فالسؤال هنا شكون القطعتين اللي عند هالمساحة أكبر إذن في المعطيات عندنا القطعة اللولة على شكل مستطيل قياسه العرض هو واحد على خمسة في الطول وعندنا المحدّل اللي هو السياج اللي مدور عليها سبعمائة وعشرون متر أما القطعة المربعة الشكل فعندنا كذلك المحيط دياله اللي هو السياج اللي يدور عليها 600 متر دا بغادي نحسبوه المساحة ديال القطعة الثانية المساحة ديال القطعة المربعة الشكل كيفاش غادي نحسبوه المساحة دياله فاحنا عندنا المحيط دياله ضلع زائدة ضلع زائدة ضلع فكننا يعرفوا بأن المحيط محيط المربع هو الضلع فيه أربعة إذن الضلع فيه أربعة هو المحيط ديال المربع ف الضلع فيه أربعة شو هل كيساوي؟ 60 متر إذن الضلع شو ساوي؟ 600 متر على أربعة نقسمه 600 على 4 باش نلقى طول جلد الضلع إذن 600 على 4 600 على 4 يساوي 150 إذن 150 متر هو طول ضلع المربع إذن القطع المربع على الشكل طول جلد الضلع جلد 150 متر فده بي ممكننا نحسبوه المساحة القطع المربع على الشكل فكنا نعرفوه بأن المساحة المربع الضلع في الضلع إذن شنو نديرو 150 متر في 150 متر يساوي ماذا يساوي 22000 بعد إنجاز العملية 22000 و 500 متر مربع 22500 متر مربع المساحة دي القطع المربع للشكل ده بلقنا المساحة دي القطع المربع للشكل سنبحث على المساحة دي القطع المستطيلة للشكل ونقرن المساحة فردوا معي البال إذن قلنا القطعة المستطيلة للشكل عندنا طول في واحد على خمسة كيساوي العرض أعطونا المحيط دي لا يعني السياج اللي ضير عليها فالمحيط دي المستطيل المحيط دي المستطيل طول زائد العرض في اثنان إذن طول زائد العرض في اثنان يساوي ماذا ده بغدين جو غدين عوضوا العرض بالطول في واحد على خمسة إذن غدين عوضوا العرض نخليه الطول زائد العرض غدين عوضوا بالطول في واحد على خمسة في اثنان إذن باش ما تتلفوش ف هذا العرض هو هذا هو اللي عوضناه بالطول في واحد على خمسة لأن في المعطية شنو قالوا قالوا النبي أن طول في واحد على خمسة أو للعرض دي هذه القطعة هذي كي يساوي قياسه الطول في واحد على خمسة نرجع للمعطية المعطية إحداهما على شكل مستطيل قياس عرضه واحد على خمسة قياس طوله بمعنى أن الطول في واحد على خمسة هو العرض فهذا العرض هو اللي عوضناه هنا بالطول في واحد على خمسة وغد نكملوا الحساب وغد نكملوا الحساب إذا شنو كي يساوي كي يساوي طول زائد طول على خمسة طول زائد طول على خمسة يعني الطول في واحد على خمسة الطول على خمسة في اتنان غد نوحدوا المقام يساوي ماذا إذن طول على واحد وزائد طول على خمسة المقام الموحد هو خمسة قد نضربه في خمسة نضربه في خمسة إذن خمسة في الطول خمسة في الطول زائد طول على خمسة في اتنان يساوي خمسة ديال المرات طول زائد طول اللي هو ستة ديال المرات في الطول على خمسة في اتنان يساوي ماذا إذن ستة ديال المرات طول على خمسة في اتنان اتنان في ستة اتنان عشر اتنان عشر اتنان عشر مرة طول على خمسة 12 طول على 5 يساوي كي يساوي المحيط ديال المستطيل اللي هو 720 متر دب هنا كان بحثو كان بحثو على طول ديال هاد المستطيل فإن رقنا الطول دياله غاد يلقوا العرض دياله إذن 12 في الطول على 5 يساوي 720 أش كي يعني هادشي سبعمية وعشرون سبعمية وعشرون غاد ينضربوها في 5 سبعمية وعشرون في 5 ونقسموها على 12 ونلقوا الطول إذن الطول كي يساوي 720 متر في في 5 ونقسموها على 12 إذن 720 بعد إنجاز العملية سنحصل على 300 متر غاد ينرجعوا ما قلناه في البداية إذن لقنا الطول 300 متر إذن طول في 1 على 5 كي يساوي العرض طول في 1 على 5 كي يساوي العرض شنو كي يعني هادشي كي يعني 300 متر في 1 على 5 يعني 300 على 5 300 على 5 كي يساوي العرض إذن 300 غادي نقسموها على 5 300 متر على 5 يساوي 60 60 متر إذن 60 متر هو ماذا هو العرض و 300 و 300 متر هو الطول باش غادي نتأكدو من هادشي لدر نواج صحيح غادي نجيو غادي نديرو المحيط المحيط ديال ديال القطعة المستطيلة الشكل فكي يخصد خرجنا 720 متر إذن لاحظوا خادي نديرو المحيط كي يساوي طول زائد العرض في 2 شحال هو شحال هو الطول القناة 300 300 متر زائد العرض شحال هو 60 متر 300 زائد 60 في 2 إذن 300 زائد 60 360 360 متر في 2 إذن نجد العملية 360 في 2 360 في 2 يساوي 720 إذن كاللحظة أننا وجدنا الطول ووجدنا العرض 720 متر إذن ما وجدناه كان صحيحا فهذه المسألة تحتاجه إلى التركيز يعني كنت تحتاج أنك تكون مركز مزيلا إذن بعدما وجدنا طول ووجدنا العرض فيمكننا نحسبه المساحة ديال المستطيل إذن المساحة ديال القطعة الأولى اللي هي على شكل مستطيل فمساحة المستطيل الطول في العرض شحال هو قياس الطول قلنا قياس الطول 300 متر وقياس العرض 60 متر وقد نحسبه المساحة ديال ديال القطعة إذن 300 في 60 يساوي 18 ألف متر مربع 18 ألف متر مربع هي المساحة ديال القطعة المستطيلة الشكل في البداية وجدنا المساحة ديال القطعة المربعة للشكل اللي قلنا هي 22 ألف و 500 متر مربع ثم بحثنا عن مساحة القطعة المستطيلة للشكل باش نقارنهم لأن السؤال فأي القطعتين أكبر مساحة؟ ديال المساحة ديال القطعة المربعة الشكل والمساحة ديال القطعة المستطيلة الشكل فكاللحظة 18 ألف متر مربع يعني المساحة ديال القطعة المستطيلة الشكل الصغر من المساحة ديال القطعة المربعة الشكل اللي هي 22 ألف و 500 متر مربع إذن مساحة مساحة القطعة القطعة المربعة الشكل هي الأكبر مساحة القطعة المربعة الشكل هي الأكبر التمرير رقم 11 ولاحظوا وأحسبوا قياسة مساحة السطح الملون A B C D E إذن نحسبوا فقط مساحة هذا السطح الملون من البنفسجي إذن كيفاش غادي نحسبوه هاد المساحة فعندنا يلكمّلنا الرسم ديال هاد الشكل سنحصل على مستطيل ديال المستطيل وكنعرفوا المساحة ديال المستطيل طول في العرض وكنلقوا المساحة دياله لكن ما طلبوش مننا المساحة ديال المستطيل طلبوا مننا المساحة ديال المستطيل ناقص 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 هاد المساحة هاد هاد المساحة اللي خاوية ده بك يخصنا عرفوها هاد المساحة اللي خاوية شحال هي كيفاش غدين عرفوها مرة أخرى عندنا هاد القاعدة اذا هاد المساحة اللي خاوية على شكل متلات والمتلات المساحة دياله القاعدة في الارتفاع على اثناني اذا عندنا هاد القاعدة يخصنا الارتفاع ليه هو هاد الضلع اذا هاد الضلع هو النصف ديال هاد الضلع من هنا احتلانا زائد من هنا احتلانا او من هنا احتلانا اذا 40 سنتيمتر سنقسمها على جوج 20 سنتيمتر عندنا 20 سنتيمتر وعندنا 15 سنتيمتر سنقسم المساحة المستطيل ونقسم المساحة المثلت وسنجد مساحة الشكل الملون اذا نوقف الفيديو ونجزي العملية قلنا مساحة مساحة السطح الملون ندر نقطة تاني اذا المساحة هذه هي مساحة المستطيل ناقص مساحة المثلت المساحة المستطيل سنقسم المساحة المثلت ناقص مساحة المثلت يساوي اذا مساحة المستطيل نبدأ بحساب مساحة المستطيل هي الطول في العرض طول في العرض هذه مساحة المستطيل طول في العرض يساوي ماذا؟ 40 سنتيمتر في 15 سنتيمتر 40 سنتيمتر في 15 سنتيمتر المساحة هذه المستطيل 40 في 15 يساوي 600 سنتيمتر مربع هذه مساحة كما قلنا مساحة المستطيل ثم سنحسب المساحة المثلت فمساحة المثلت كما سبق وأن رأينا القاعدة في الارتفاع على 2 القاعدة في الارتفاع القاعدة في الارتفاع على 2 إذن 15 سنتيمتر في الارتفاع 20 سنتيمتر على 2 يساوي إذن 15 في 20 يساوي 300 ثلاثمائة سنتيمتر مربع على 2 300 على 2 يساوي 150 150 سنتيمتر مربع إذن 300 سنتيمتر مربع على 2 يساوي 150 سنتيمتر مربع بعدما لقنا المساحة المثلت سنرجع ونضي المساحة الجزء الملون هي المساحة المستطيل 600 سنتيمتر مربع ناقص المساحة المثلت 150 سنتيمتر مربع وننجز العملية وقفو الفيديو ونجزو العملية دلو 600 نقص 150 إذن 600 ناقص 150 يساوي 450 سنتيمتر مربع 450 سنتيمتر مربع هي المساحة الجزء الملون إذن 450 هي مساحة سنتيمتر مساحة السطح الملون سنتيمتر سنتيمتر كذلك نحسبها بطريقة أخرى سنتيمتر المساحة الجزء المثلت زائد هذه المتلت زائد هذه المتلت كيف نالقو المساحة للمتلت ندير القاعدة في الإرتفاع على 2 إرتفاع هو 40 إلى 20 قاعدة في الإرتفاع سنجيد 150 هنا 150 وكذلك هنا القاعدة في الإرتفاع هذا الرجلي هو نقسم 15 على 2 7 5 قاعدة في إرتفاع على 2 فنحصل كذلك على 150 القاعدة في الارتفاع على اتنان ونحصل على مئة وخمسون مئة وخمسون زائد مئة وخمسون زائد مئة وخمسون يساوي اربعمائة وخمسون سنتيمتر مربع لك شي اللي وجدنا التميني الرقم اتنى عشر احسب قياسي محيطي ومساحة المضلع ا ب س د ا اف ا ب س د ا اف اذا اول حاجة غادي نحسبها هي المحيط المحيط هاد المضلع فنعلم بان المحيط هو ما يحيط بالشكل اذا ما يحيط به بمعنى هالضلع زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا حتى نجيبه الضلع اذا فالمحيط هاد المضلع غادي نبدأ بهالضلع اللي هو كم يساوي خمسة سنتيمتر يمكن لكم توقفوا الفيديو وتبحثوا على المحيط ثم رجعوا تأكدوا اذا خمسة سنتيمتر زائد اثناني فاصلة خمسة سنتيمتر زائد هالضلع زائد خمسة سنتيمتر زائد اثناني زائد ثلاثة فاصلة خمسة زائد اثناني سنتيمتر زائد ثلاثة فاصلة خمسة سنتيمتر زائد ماذا زائد اربعة فاصلة خمسة سنتيمتر زائد هذا الضلع من هنا احتل هنا زائد 7 سنتيمتر زائد هذه المسافة زائد 3.5 سنتيمتر زائد هذه المسافة زائد 2.5 سنتيمتر زائد 2.5 سنتيمتر غادي نعود ونتأكدوا واش ما نسينا حتى ش يضلع اذا 5 زائد 2.5 زائد 5 زائد 2 زائد 3.5 زائد 4.5 زائد 7 قلنا هالضلع هذا هو هذا زائد 3.5 زائد 2.5 ده بوقفوا الفيديو وديروا العملية وما تنسوش الفاصلة تحت الفاصلة انجزه اذا بعد انجاز العملية سنحصل على خمسة وثلاثون فاصلة خمسة سنتيمتر هو محيط المضلع ده المحيط هو خمسة وثلاثون فاصلة خمسة سنتيمتر ثم سنحسب المساحة اذا فالمساحة قد نحسبه المساحة دي لهذه المثلة اللي هي ماذا اللي هي القاعدة في الارتفاع على اثنان اذا اثنان في 4.5 على اثنان اللي هي 4.5 سنتيمتر مربع زائد المساحة دي لهذه المستطيل طول في العرض اذا ثلاثة فاصلة 5 في 4.5 0.5 لهي خمسة 10.75 سنتيمتر مربع زائد المساحة لهذا المستطيل وهو مدى الطول في العرض 7 سنتيمتر 3.5 سنتيمتر بعد إنجاز العمل سنحصل على 24.5 24.5 5 سنتيمتر مربع زائد المساحة لهذا المثلث هندير القاعدة في الارتفاع على 2 فما عندنا شهد الضيل سنقوم سنقوم بـ 7 سنقوم بـ 2.5 إذن 7 ناقص 2.5 4.5 2.5 القاعدة في الارتفاع في 4.5 على 2 لهي 5.625 5.625 سنتيمتر مربع زائد 5 فصيل 625 سنتيمتر مربع ثم سنجمع هذه المساحات بربعهم إذن 1 2 3 4 نجمع هذه المساحات 4.5 زائد 5 10 75 زائد 24.5 زائد 5.625 بعد إنجاز العملي سنحصل على 50 ثلاثمائة وخمسة وسبعون سنتيمتر مربع هل هي المساحة هذه الجزء الملون بالأخطان لإجزرسيز 3 A B A D B C A D B C إتن ركتان ركتانجل إذن A D B C إتن ركتانجل مستطيل D E B D E B إتن تريونجل إيزوسيل تريونجل إيزوسيل يعني مثلات ونتساوي الساقين تلك D E إجالة B E إذن هذه المسافة هي هذه يعني هذه الضلع هو نفسها الضلع فهو متلت متساوي الساقين جو كالكول en سنتيمتر la mesure du périmètre de la figure A D A D E B C A D E B C إذا نحصل بسنتيمتر المحيط ديال ديال شكل A D E B C فالمحيط كما قلنا ما يحيط بالشكل يعني هذا الضلع زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا فكيف أشتلقوا هذا فقالوا في المعطيات بأن هذه المثلات متساوي الساقين بمعنى هالضلع هو نفسها الضلع وإعطاوه أن قالوا D E كتساوي B E إذن هالضلع هو هذا 7.4 سنتيمتر طبعا عندنا الأضلع كلهم عندنا هذا عندنا هذا عندنا هذا عندنا هذا وعندنا هذا فهذا هو هذا 5 سنتيمتر هنا 5 سنتيمتر العدر ديال المستطيع وقفوا الفيديو وحسبوا المحيط ديال الشكل ديال المحيط قلنا هو 5 سنتيمتر زائد 7.4 سنتيمتر زائد 7.4 سنتيمتر أخرى زائد حتى نجيب الضرة زائد 5 سنتيمتر زائد 14 سنتيمتر إذن نحن نجيب ندر 5 زائد 7.4 زائد 7.4 زائد 5 زائد 14 وندري يساوي بعد إنجاز العملية سنحصل على 38 فصل 8 سنتيمتر هو محيط هذا الشكل الدوزيام جو كالكول 1 سنتيمتر كاري لا مزور دو 100 نر سنحسب المساحة ديالو بعد إنما حسبنا المحيط سنحسب المساحة فلاحظوا عندنا شكلين عندنا مستطيل وعندنا متلات إذن سنحسب المساحة ديال المستطيل زائد المساحة ديال المتلات يكافئ ماذا؟ المساحة ديال المستطيل شنه؟ هي الطول في العرض يعني 14 في 5 14 سنتيمتر في 5 سنتيمتر يساوي ديال 14 سنتيمتر في 5 70 سنتيمتر مربع ثم المساحة ديال المتلات القاعدة في الارتفاع على 2 ديال المساحة ديال المتلات تساوي القاعدة في الارتفاع يعني القاعدة اللي هي 14 سنتيمتر في الارتفاع 2 2.5 سنتيمتر على 2 ديال ما يشك فينا البلاصة ديال ناخده ورقة نكمل فيها ديال نقلنا المساحة ديال المتلات ديال شكل 2 القاعدة في الارتفاع ديال القاعدة 14 سنتيمتر في الارتفاع 2.5 سنتيمتر على 2 ونجزل العملية 14 في 2.5 مقسوم على 2 يساوي 17.5 سنتيمتر مربع هذه المساحة ديال المتلات والمساحة ديال المستطيل وجدناها فندير المساحة ديال المستطيل ديقنا 70 سنتيمتر مربع 70 سنتيمتر مربع زائد المساحة ديال المتلات 17 فصيل 5 سنتيمتر مربع ونجزل العملية إذن 70 زائد 17 فصيل 5 في يساوي 87 فصيل 5 إذن يساوي 87 فصيل 5 سنتيمتر مربع هي المساحة ديال الشكل 87 فصيل 5 سنتيمتر مربع إذن هنا سنكمل ونجزل المساحة واحد ديال المستطيل إذن 70 سنتيمتر مربع زائد المساحة الثانية ديال المتلات 17 فصيل 5 سنتيمتر مربع يساوي ماذا يساوي 87 فصيل 5 سنتيمتر مربع يل المساحة ديال شكل سنتيمتر لنزيزل نسأل كي قول نسأل كي قول قياس الارتفاع 30.5 سنتيمتر إذن عندنا المتلة متساوي الأضلع يعني أضلعه متقايسة الأضلع كله متقايسة فأعطونا المحيط المحيط 105 سنتيمتر وإعطونا الارتفاع 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 30.5 30.5 سنتيمتر فكيف سنحسب المساحة كيف سنحسب المساحة للمتلة المتساوي الأضلع المساحة هي ما بيداخلي فكنا عرفو بأن الأضلع دياله متقايسة لأنه يعني متلات المتساوي الأضلع فبما أنهم أعطونا المحيط المحيط كي سوي 105 سنتيمتر فيمكننا نحدده طول ديال ضلع واحد كيف سنحدده عندنا هالضلع زائد هذا زائد هذا كي سوي 105 إلا بغينا نغي واحد فيهم بغينا نغي واحد ضلع ديال ضلع واحد أش كي سوي كي سوي المحيط لناخد المحيط ونقسمه على ثلاثة يسوي ماذا؟ يسوي 105 سنتيمتر على ثلاثة المحيط هو هالضلع زائد هذا زائد هذا يعني 105 مقسوم على ثلاثة غد يلقى ضلع واحد بعد إنجاز العمل سنحصل على 35 سنتيمتر طول ضلع هذا المتلت 35 سنتيمتر بمعنى هذا الضلع هذا 35 لهو كيمة القاعدة إذن غد نرجع وغد نحسبو المساحة ديال المتلت للمساحة ديال المتلت هي القاعدة في الارتفاع على إثنان الارتفاع طوهن القاعدة القناعة وانتم غد يتوقفوا الفيديو وغد تحسبوا المساحة ديال المتلت متساوي الأضلع للقاعدة 35 في الارتفاع 30.5 على إثنان القاعدة في الارتفاع على إثنان ديال المساحة تتسوي بعد إنجاز العملية 533 فاصلة 75 سنتيمتر مربع هي المساحة ديال المتلت المتساوي الأضلع فقلنا أولا حددنا الضلع بعد ما قسمنا المحيطة إلى ثلاثة فهالضلع هذا للقينا فكيمت القاعدة وقدرنا القاعدة في الارتفاع على إثنان وحصلنا على 533 فاصلة 75 سنتيمتر مربع وبهذا ننهي تمارين الصفحة رقم 69 نلتقي في صفحة رقم 70 وغفة